في لقائه مع مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أكد وزير الخارجية المصري سامح شقري مساندة مصر لكافة الجهود المبزولة من الأمم المتحدة للتوصل إلى تسوية شاملة للأزمة اليمنية على أساس مخرجات الحوار الوطني والمبادرة الخالجية وقرارات مجلس الأمن وتناول اللقاء مستجدات الأوضاع الأمنية والسياسية والإنسانية في اليمن لن تنتهي الأزمة اليمنية إلا من خلال عودة الشرعية كاملة إلى اليمن لن تعود إلا أن تنصغ الحوثيين للمطالب الأمم المتحدة للمطالب العربية لما تمخذ عنه اجتماع القمة العربية والعودة الشرعية كاملة إلى ربوع اليمن الشرعية في اليمن يجب أن تعود مرة أخرى إلى اليمن هذا هو السبيل الوحيد لحل الأزمة يجب أن يعلم الإيرانيون أن اليمن شعبهم فقير فبالتالي يجب أن يتركوا تحديد مصيره لشعبه لا يتدخلوا في هذه الأزمة بتمويل السلاح سواء للحوثيين أو لغيرهم أعتقد أن مصر لها دور كبير في حل هذه الأزمة بصفاتها لها تجارب كثيرة في اليمن وفي مسائل الشرق الأوسط وفي لقائه مع مساعد السكرتير العام للأمم المتحدة المدير التنفيذي للمديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب بحث شكري آخر تطورات في ملف مكافحة الإرهاب الدولي والأزمة القطرية مجددا التأكيد على تمسك مصر والسعودية والإمارات والبحرين بالمطالب التي تم تقديمها لقطر كشرط لاستئناف العلاقات معها هذه الأزمة هي أزمة عربية تسببت فيها قطر وبشكل كبير على قطر أن تعود إلى صوابها مرة أخرى على قطر أن تلتزم بالمواثيق والمعاهدات والاتفاقيات التي تم توقيعها سواء عربيا أو دوليا وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب وفي اللقاء مع مساعد السكرتير العام للأمم المتحدة أكد وزير الخارجية المصري على انتهاء قطر للمواثيق والأعراف الدولية بتدخلها في الشؤون الداخلية للدول العربية وإيوائها لعناصر وقيادات إرهابية تأتي هذه الزيارات واللقاءات في إطار سعي عربي واهتمام دولي بإعادة الاستقرار إلى المنطقة ومواجهة الإرهاب والدول التي تقوم بدعمه وصامة عبد المقصود الإغبارية القاهرة